كيف حالكم؟ لم أعرف لماذا يحدث لي شيئا غريبا أجهازة ورجع من التمرين والشوارع فاضية والجو مضي على صيف جميل جدا والشوارع فاضية وهدية وأنا ماشي في طريقي عادي أجد عربية عكس الاتجاه بتحصل لكن الشارع سريع نسبيا 40-60 ما هو الشارع جانبي أجد عربية عكس الاتجاه ولكن المنظر هو اللي إيه يخالي الواحد بيبوزوني الأجازة يا جماعة الأجازة بازت طيب إيه اللي حصل؟ فأنا لقيت العربية جاية في وشي فأنا إيه؟ قلت تكاسر عليها شوية عشان ده كمان العربية كانت ماشية في يعني نهر الشارع واخدها كله ماشى الله غلط غلط في حاجة ألأ فأقلت أكسر كده شوية إيه؟ نكششو يبعد فالعربية مش عايس يتحرق مجنلها في نفس المصار بجد بقولوكو ده بالزبط اللي حصل واكتشفت إيه بقى لما العربية قربت لقيت إن واحدة بنت صغيرة رابت تعلم السواقة ومين بقى بيعلمها؟ بابا بقى بيعلمها بابا بيعلمها ولا اكسر يا بنتي خوشي شوية كده بجد كل اللي جا في بالي هو المقولة الشهيرة يا سلام سلم على مخك البلالانت يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فاليسوف الحمير بجد عنديش حياة كنت قلالة غير كده وعد تدحك مقصب يعني بخالها هتقول ايه تاني؟ فدا ده مثل حي لحاجات كتير عاي بتحصل وادفلكوا بقى اللي حصل تاني ده هو كمان طالعين رحلة بيعلمها في رحلة وبياكن وبيرمي ده الاب وانا شفت الاب وبنت صغيرة اكيد بتتعلم السواقة واضحة جدا لانه مسكلاد دريكسيون وحوادهولها لك التدخيرك عشان ما نلبس وانت جاي في عكس الاتجاه يعني كمية الحاجات اللي في السين الصغير ده حصلت طب انت كقضوة لعيالك هو ايه الوضع بالضبط معللش عشان انا مش قادر انت فين القضوة انت مش قضوة يعني قضوة بتمشيها في شارع وبتعلمها سواقة وبتمشيها في شارع غلط عكس الاتجاه هو في ايه في ايه في ايه ازاي كده وكمان بتزبل يا جماعة مش كده مش كده ده انت راجل مش صغير وبنتك ومفروض تبقى قضوة ليها فين فين ايه حاجة حد بس يقول لي فين ايه اروح اجيب منه على طول بس كده تهريج يعني كده بجد كمية الحاجات اللي بتعبر عنها المنظر الصغير ده كتير جدا التعليم الاخلاق اه القضوة المسئولية اي حاجة بعكس الاتجاه ويعني كسر لها العجلة لا خشي خشي عشان ما نعملش حدس يا ابني وانتو في حاجة وبعدين نفس الشخص ده هو هو لو كان راجع اجازة وبيشتغل في الخليج او برا مصر يشوفوا برا مصر هيبقى عامل ايه يشوفوا يبقى ماشي ازاي ماشي ازاي مفيش غلطة عشان خايف خايف على المخالفة الغالية ويبقى هناك كده استقامة كده لكن هنا بقى يقول لك اه اصلاها فوضى ما ننزروت بقى ما نعمل اه ساعات في مصر احنا كلنا بنا نجرجر ورا الفوضى ونقول لك ومحدش واخد باله ايه يعني وحصل ايه لو انا واحد زيادة عمل حركات ايه يعني مش انا اللي هغير ما هو بقى ده اللي مودينا في داهيا لانه كل واحد بيفكر بالمنطقة اللي انا مش هنرح اغايع واش ايه فرعت ايه لما ارمي حاجة فرعت ايه لما امشي عكس اتجاه وابقى وبيعلم بنته انت فاهمين كمية الهبل اللي حصلة مش قادر كنت مجاش في حاجة في مخي غير الاسبعيل اليسين قالوا بجد يا بحر العلمة بحر بحر ده ترعة المفهومية يعني بتعلمها ومشيها في اول يوم شارع غلط شوف المخاطرة اللي انت حطتها فيها ان انت بمشيها وبتعلمها في شارع غلط بتضحي بحياة بنتك يا بني هو في ايه في ايه لستنجلينا يعني حاجات كده كتير قوي بس دي كده حاجة لا جامدة لا جبار اشوفك برا مصر بقى اشوفك برا مصر بتعمل ايه لان انا بشوف قبل كده فيش حد بيرمي فيش حد بيعمل هتيجي هنا بقى يلا كله بقى يلا انظر وط يلا اجازة سعيدة البيت مش زربتك الشارع مش زربتك الشخصية وبتعلم بنتك في عكس اتجاه بجد امثلة دي كتير قوي يعني هي للأسف مش شخص الشخص المتعلم مش معناه انه هو بيعرف يفكر للأسف طيب او حتى قضوة يعني واحدة من الحاجات برضو اللي هقولكو عليها اليوترنز خلينا نتكلم فيها جدت هوجة كده من زمان قوي وقالت احنا نعمل يوترن في كل حتة هنعملكو يوترن اليوترن اليوترن بقى خلاص مهوجة يوترن يوترن طب عشان بس نتكلم عشان احل مشاكل تقاطع المرور حلها ايه اعمل كوبري واعمل كده من غير تقاطع مقطعهمش خالص او اعمل نفع النفع طبعا اغلى قوي واسعب فاعمل كوبري كده عشان بقاش فيه تقاطع واحد ينزل كده واحد ينزل كده ويوترن تحت الكباري ماشي اوكي لكن اليوترن زادت كانت لدرجة انه خلاص بقى تمامو ممكن برضو الكوبري كده اليوترن بقى بيخلق عنده الازمة ومنشوف ياما تخطيط في شوارع يبقوا عاملين مخارج بطيئة للشارع فبتبطق فتخلق مرور تخلق ازمة واحدة من ضمن الحاجات مثل نفكر فيها كده صلاح سالم بعد ما نفقت شال الشارع بقى كويس جدا وسريع وكل وفيش حاجة لكن في كام دخلة كده خدوا بالكم منهم دايما زحمة وانا درست الموقف من غير درون ده كده من عندي يعني هبدأ غالبا شوية بس هقول لكم الملاحظة يعني مش هبدأ قوي يعني تراجعت عشان كرامتي نقحت عليها جماعة لا مهم يعني دلوقتي فيه قبلها على طول فيه يوترن في الشارع قبل شارع الطيران وانت ماشي فيه صلاح سالم ودخلة شارع الطيران اللي هي بطيئة وبيقف فيها سيرفيس واليوترن دي قبلها بشوية تمام فالحتتين دول بيجوا يعملوا ايه؟ بيجوا يخنقوا الشارع ليه؟ لان اللي بياخد الشارع على داخل طيران ده بيبطأ وفيه عربيات راكنة وسيرفيس راكن فبيبطأ زائد اللي بيعمل يوترن فجيت خنقت شارع سريع ماشي على طول في الحتة دي وبتسمع في الشارع كله ولما تبصها كده وتقول ايه ده هو كان ايه الزحمة ايه سبب الزحمة مفيش عربية عطلانة لا مفيش عربية عطلانة فعلا ده سوق تصميم ده سوق تخطيط ان العربية مثلا مفروض كان يخالي المخرج ده بتاع العربية دي يبقى بعيد جدا عن ده عشان ما يقصروش الاتنين ما يبطأوش الفلو بتاع الشارع دي حاجة مش صعب ان انا ابص عليها او احكم عليها ولو حد صور حتة دي بدرون من فوق مثلا او بحاجة كاميرا ودرس المرور حيفهم ان دي حلها سهل ولكن حلها سهل ايه؟ اقفل يوترن او ابضرها شوي ابعدهم قوي عن بعض ما خليهمش قريبين من بعض عشان ما بطأش الشارع ممكن احل المشاكل يعني واحدة من الحاجات دي انا دايما بلاحظها في الحتة دي وحسيت ان انا لازم اشارككم الرأي العقري للملحوظة والكلام ده المهم بالنسبة لفلياسوف الحمير اللي شفت النهار ده بجد قبع مرفوع عليك يا اخي حرام عليك ما تضحيش بحياة الناس ولا حياة بنتك ويوديها مدرسة تعليم احسن عشان انا شايف مستقبلها يعني حياتها تبقى افضل مع حد بروفاشنال يعلم التعليم بلاش الهبد بقى والشوارع عكس التجاه سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر